الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير سيدنا رسول الله وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين وارض اللهم عن صحابته الكرام والأئمة الأعلام ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشيخنا وإمتنا وأصحاب الحقوق علينا وارض اللهم عن جميع المسلمين أينما كانوا في كل زمان ومكان آمين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام ومع لقائنا المتجدد معكم كل أسبوع نعيش ونحن نستقبل شهر رمضان الكريم بالاستعداد والتهيئة له فالقراء في شهر شعبان يتهيئون بالمراجعة للقرآن الكريم حتى يشرفهم الله بإمامة المسلمين في القيام والتهجد وأهل العلم وأهل الدعوة يجهزون صحائفهم ويرتبون خواطرهم ليقوموا بجانب الوعظ والتذكير والتصحيح والتعليم والتعريف والتفهيم لهذه الأمة المرحومة في شهر رمضان المبارك ندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا وجميع المسلمين فيه نعمة القبول هناك فقه يسمى فقه الاستعداد والتهيئة لبلوغ الثواب والتهنئة فقه الاستعداد والتهيئة لبلوغ الثواب والتهنئة فقه الاستعداد أيها الكرام هو فقه غائب بعيد عن حياتنا غفلنا عنه كثيرا الإنسان الضعيف يريد أن ينتقل في طرفة عين إلى قوي والعاجز يريد أن ينتقل في برهة من الوقت إلى قادر والجاهل يريد أن ينتقل سريعا إلى عالم هذا أمر يخالف السنن الكونية كما يعارض سنن الهداية الربانية فمن أراد العلم عليه أن يأخذ بفقه التعلم والتعلم هو الاستعداد لبلوغ العلم وكماله لأن الإنسان إذا لم يكتمل فيه أمر الاستعداد للعلم صار مغرورا فإذا أقبل الناس على العالم قبل أن يكتمل علمه فإقبالهم كالسم القاتل لأنه يصاب بالغرور كذلك العابد والعارف والتاجر والصانع إذا لم يستكمل عدته ويستجمع أهبته ويتحرك في فلك الاستعداد خسر وخاب لذلك أيها الكرام نحن نريد أن نفوز بالثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى في شهر رمضان نريد أن يهنئ بعضنا بعضا باستقباله وأن يهنئ بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض بنعمة القبول عند خواتيمه إن كان لنا في العمر بقية لذلك قلت الاستعداد والتهيئة قبل بلوغ الثواب والتهنئة قلت أيها الكرام فقه الاستعداد مصطلح مركب ما بين فقه وما بين استعداد الاستعداد يقصد به التهيئة ويقصد به الاعداد ويؤخذ به الأخذ بأسباب النجاح والأخذ بأسباب العلم والأخذ بأسباب العمل والأخذ بأسباب الطاعات فما من عبادة نؤديها إلا وهناك مرحلة برزخية ما بين عجزنا عن الأداء وما بين قدرتنا على الأداء هذه المرحلة البرزخية تسمى الاستعداد فقبيل صلاة الظهر علينا أن نستعد بوضوء بقضاء حاجة وطهارتها بوضوء بتجديد النية بالعزم الصادق في القلب اتجاه الله تبارك وتعالى نرجو منه أن يمدنا بأمداده وأن يعيننا على طاعته اللهم آمين ثم إذا ما أتى وقت أداء الفريضة كنا على استعداد ورضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يذكرنا بمشروعية هذا الفقه في هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاشي الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه ممسك بعنان فرسه رجل مهيأ مستعد أعد راحلته ممسك لجامها كلما سمع هيعة هرع إليها الهيعة يعني حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصيام حي على الزكاة حي على حسن الجوار حي على العمل وإتقانه وإحسانه حي على الإصلاح بين المتخاصمين حي على كفالة الأيتام حي على الإنفاق والبذل والسخاء على الفقراء والمحتاجين حي على زيارة مريض كلما سمع هيعة هرع إليها يبتغي الموت أو القتل مضان كل همه أن يكون جاهزا لتلبية النداء وأداء الطاعات وكل رجائه أن يقبض الله روحه على هذه الطاعة إنها ميتة واحدة فلتكن في طاعة الله كذلك تمام الحديث أو رجل على رأس شعفة من هذه الشعف أي على أعلى قمة الجبال يصوم النهار ويقوم الليل ويعبد الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك ليس من الناس إلا في خير يعني من كان من الناس على هذه الدرجة من الاستعداد لأداء الطاعات في كل أبجدياتها عبادة تحقق على قوة العلاقة بيني وبين ربي أو عبادة تقوي الإحسان والعدل مع أهلي ومع الجيران ومع الناس أو علاقة بيني وبين الكون الذي سخره الله تعالى لي علاقتي علاقة تسخير وإعمار لهذا الكون علاقتي بالحياة بالوحدة الزمنية التي أعيشها وهكذا لذلك فق الاستعداد الفق كما قلت هو الفهم وهو استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية التي أناطنا الله بأدائها فعندما نجمع بين الأمرين نقول فق الاستعداد هو فق التهيئة وأخذ العدة وأخذ العدة لحسن أداء ما كلف به العبد من طاعة فالاستعداد يهيئ ورحم الله بن عطاء حين قال من صدق الله في البداية صدقه الله في النهاية من حسنت بدايته حسنت نهايته وله حكمة عطائية رائعة وهو يذكر كل من يريد الثواب من الله وكل من يرجو بلوغ أعلى الدرجات وسكن الجوار عند مولاه وصحبة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين يقول رحمه الله من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات الرجوع إلى الله في البدايات العبادة معنى هذه الحكمة أن العبادة هي الأمر الوسط لها مقدمة تسمى فقه الاستعداد والتهيئة ومن بعدها خاتمة ما يسبق أداء العبادة يدور في فلك الاستعداد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات نية المرء خير من عمله فالنية العمل بالنية هذه مقدمة والنية هنا أيها الكرام تجمع بين ثلاثة أمور حتى أكون على استعداد قوي لتنفيذ المطلوب من العبادة لابد أن أحقق ثلاثة عناصر رئيسة في النية صحيح أن العلماء يقولون النية هي القصد وبعض علماء لاستلاح الفقه يقولون قصد الشيء مقترنا بفعله لكن عند بيانها نجد أن لها عناصر ثلاثة العنصر الأول وهو ما تعلق بقصد الفعل الله أمرني بالصلاة أمرني بالزكاة أمرني بالصيام أمرني بالحق أمرني بحسن الجوار قبل هذا القصد لابد أن أكون على علم بهذا الفعل علم بكيفيته علم بالمقصود منه علم بالثمر المرجو من ورائه إذلك كمال العبادة دائما يقولون هي علم وخشية علم ومعرفة في البداية والنهاية هي خشية من الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فيقولون العنصر الأول يتعلق بقصد الفعل أي الصلاة العنصر هذا القصد يسبق العمل بوقت يسير أو يقترن مع الدخول في أداء العبادة عندما أقول أو أريد صلاة الظهر أقول الله أكبر نية أداء الصلاة مقترنة بتكبيرة الإحرام قصد الفعل ينتهي مع تكبيرة الإحرام ثم يبدأ العنصر الثاني من العناصر الثلاثة عنصر قصد الكيفية أي كيف أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك النبي علمنا ونحن على استقبال رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وعلماؤنا في أبوابهم الفقهية تحدثوا عن كيفية صيام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفطر كيف كان يصوم كيف كان يقوم الليل كيف كان يتهجد كيف كان يتصحر كيف 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 إذن عند أدائي العبادة لابد من قصد آخر يرتبط بإيماني برسول الله بعد إيماني بالله عز وجل يشمل اتباع ما بين وأرشد صلوا كما رأيتموني أصلي في الحج خذوا عني مناسككم صلوات ربي وسلامه عليه قصد الكيفية يبدأ وينتهي مثلا في نهاء في رمضان يبدأ مع رؤية هلال شهر رمضان يبدأ الإلزام بالصيام وينتهي مع رؤية هلال شوال إذن هناك وحدة زمنية هلال رمضان رؤية هلال شوال ما بين الهلالين هناك كيفية كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان صيامه فطره صلاته تهجده مدارسته للقرآن اعتكافه صلوات ربي وسلامه عليه فقصد الكيفية له بداية وله نهاية إذن قصد الفعل يكون قبل الدخول في العمل ولو بوقت يسير أو مع الدخول في العمل قصد الكيفية يبدأ من بداية العمل إلى نهايته العنصر الثالث من العناصر الثلاثة وهو قصد الغاية قصد الغاية لمن أتعبد بالصيام لمن أتعبد بصيام رمضان وقيامه والتهجد فيه والاعتكاف فيه أواخره وفي خواتينه إذن الغاية هنا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين من رحمة الله بنا أن قصد الغاية يشترك مع قصد الفعل وقصد الكيفية يكون قبل البداية وأثناء أداء العمل ويكون بعد نهاية العمل حتى يكون بعد وقت طويل قبل النوم فقد يصوم الإنسان عادة فينفذ الكيفية ويقصد الفعل لكنه قصد أن هذا الصيام عادة كالناس الناس بتصوم فهو يصوم كما يصوم الناس لكن عندما وقف مع نفسه قبل نومه راجع نفسه هذا ما يسمى بفقه الاستدراك وهذا سنتحدث عنه بعد قليل هناك استدراك هناك استغفار هناك محاسبة هناك تجديد نية إذن هو يستعد لأداء الفعل ثم ينفذ الفعل إلى المرحلة الوسط ثم يستدرك إذا كان هناك جانب من التقصير لذلك أقول أيها الكرام فقه الاستعداد فقه الاستعداد وأخذ العدة والتهيئة قبل أداء العمل أمر لازم لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلا يتم كمال العبادة في أدائها إلا إذا سبقها الاستعداد والتهيئة لها وإلا لما قال ربنا جل وعلا ونحن في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذن هناك سعي وهناك ما يسمى بالتهيئة العقدية والتهيئة النفسية والتهيئة البدنية حتى التهيئة في الثياب خذوا زينتكم عند كل مسجد وهكذا إذن فقه الاستعداد فقه لازم وضروري ضرورة حياتية كما أنه أيضا فريضة شرعية ضرورة حياتية حتى للتجارات هل يجوز لإنسان أن يتاجر إلا إذا أخذ بفقه الاستعداد للتجارة وكان على دراية بعلم التجارة وأحسن دراسة الجدوى ونظر إلى ما يهم المجتمعات من سلع وتجارات كذلك صاحب المهنة لا يقيم مكانا لمهنته في مكان يكثر فيه أصحاب المهن وإنما يذهب إلى مكان الناس يحتاجون إليه ويدرس ويكون على علم بهذه المهنة كذلك إذا كان طبيبا لا يكون متطببا يعني يدعي الطب فمدعي الطب بشيء والطبيب الحاذق كما قال ابن القيم رحمه الله الطبيب الحاذق هو الذي يكون على دراية بأكثر من عشرين مرض على علم بأسبابه وأعراضه وعلى علم بوسائل لاستشفاء منه هذا هو الطبيب إذن حتى في قضايا الكون لا بد من الأخذ بفقه الاستعداد والتهيئة التهيئة النفسية والتهيئة المعنوية والتهيئة المادية والتهيئة المعرفية والتهيئة العلمية ومن ثم كان علماء الأصول الكرام عندما تحدثوا عن الحكم التكليفي قالوا بأن للحكم التكليفي أركان أربعة الحاكم وهو الله جل وعلا في قرآنه والبيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحكوم فيه وهو الفعل الصلاة الصيام الحج قضايا الحياة البيع الشراء المحكوم به الواجب الممنوع المكروه المستحب المباح المندوب وهكذا المحكوم عليه وهو أنا وأنت المكلف المسلم البالغ على العاقل فقالوا متى يجب على المكلف تنفيذ الفعل الذي أمر به قالوا لا بد من أن تتوفر فيه عدة شروط من بين الشروط أن يكون عالما بالحكم والعلم بالحكم هنا عالما بالتهيئة قبل الأداء وعالما بكيفية الأداء وعالما لمن يتعبد بالأداء أي قصد الغاية لذلك أقول إن من الأخطار الشنيعة عندما يغيب عننا هذا الفقه لأن الأسف الشديد نجد أن شريحة عريضة في الأمة عندها أمية في العبادات أمية في أداء التكاليف الاستعداد والتهيئة لرمضان يكون بداية بالتهيئة الإيمانية المعنوية المعنوية القلبية والتهيئة المعرفية كيف أتعبد إلى الله كيف أستغل كل صغيرة وكبيرة في رمضان للأسف الشديد صارت التهيئة بجمع الطعام وتخزينه هذا جرم كبير في حق أداء العبادة الناس الآن يتكالبون على جمع المواد الغزائية ويكنزونها ويدخلونها لماذا؟ لأن شهر رمضان قادم وهل شهر رمضان للإكثار من الطعام والشراب؟ أم أن شهر رمضان يقيم توازنا يقيم توازنا الإنسان يعيد لنفسه برمجة حياته بدلا من أن تغلب عليه الشهوة والمادة أو أن يغلب عليه الجانب الروحاني إنما يأتي رمضان ليقيم توازنا بين قضايا الروح ومادتها من طاعات وأذكار وتسبيح وقرآن وبين قضايا البدن من طعام التضخم في أي جانب يصيب العبد بالخلل ولا حول ولا قتل إلا بالله لذلك قالوا إن من معالم فقه الاستعداد والتهيئة قبل بلوغ الثواب والتهنئة أن الاستعداد للشيء قبل الشروع فيه كما قلت مرحلة برزخية بين التهيئة وبين الأداء بين العجز والقدرة التامة بين الضعف وبين القوة فيستعد العبد أحيانا بأسباب يخرج بها من العجز ليدخل في القدرة نعم إذن هناك تهيئة معرفية تهيئة علمية استعداد قلبي استعداد إيماني أن أتهيأ لاستقبالي هذه النفحات الربانية في شهر رمضان كذلك نجد بأن الأحكام الشرعية والقضايا التكليفية مسبوقة دائما بطلب الاستعداد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاشترطت الآية قبل الدخول في الصلاة أن يكون هناك استعداد بطهارة البدن وطهارة القلب والبدن طهارة القلبية والطهارة القالبية القلب والقالب ومتبوعة بالاستدراك والاستغفار فأي عبادة ويا المرحلة الوسط مسبوقة بالاستعداد والتهيئة وتتبع بالاستدراك والاستغفار مثال على هذا نحن نتهيأ للصلاة وبعد الصلاة والتسليم نجلس فنقول نستغفر الله العظيم ثلاثا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ثلاثا ثم أدعو بالدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونسمع دائما الأئمة يقولون ختام الصلاة من تمام الصلاة إذن التهيئة والاستعداد قبل الأداء والاستدراك والاستغفار للكمال لأنه ما من عبد وعابد إلا وقد اعترته هنات أثناء العبادة فالاستغفار يجبرها وختام الصلاة يجبرها وآداء السنن الرواتب يجبرها فهناك استعداد لبعض الصلوات كالظهر والفجر والمغرب والإشاء هناك صلوات مستحبة قبلها للتهيئة ولذلك قالوا كلمة رائعة إن ضعف الاستعداد للصلاة يفضي إلى قلة الخشوع عدم الاستعداد والتهيئة قبل الصلاة يؤدي إلى عدم الخشوع كما أن عدم الذكر والاستغفار يورث الاغترار ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا في بعض الأمور التي تأخذ على عدم وجود فقه الاستعداد والتهيئة حتى في أواصل المؤتمرات العلمية ومناقشات بعض القضايا الضرورية لحياة الأمة تجد أهل البحث والنظر أو الحضور عدة أصناف صنف يدعو إلى الاستعجال والنفير وصنف آخر يدعو إلى الفطور والاسترخاء وصنف ثالث يميل إلى الاستبطاء والاكتفاء بالدعاء وصنف آخر وهو الأخطر يجلس على رأس التل ليس عنده إلا الانتقاد لا يعجبه شيء إذن هناك فريق يستعجل للنفير فريق يصاب بالفطور ويريد أن يصيب الأمة بالفطور والاسترخاء فريق ثالث يميل إلى الاستبطاء والاكتفاء بالدعاء فريق رابع وهو الأخطر يجلس على رأس التل ينتقد وفقط هذا جرم كبير سببه هو عدم الأخذ بفقه الاستعداد والتهيئة بفقه الاستعداد والتهيئة وعدم العلم بفقه الاستدراك والمراجعة والاستغفار لذلك نجد أنه في العهد المكي والعهد المدني العهد المكي كان فيه استعداد وتهيئة لأمر خطير الأمة ستهاجر وبعد الهجرة ستكون هناك مواجهات بين راية الكفر وراية الحق بين رايات الكفر والشرك وبين راية الحق إذن كان لابد من الأخذ بالاستعداد والتهيئة لذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وببيان السنة رب الأمة في العهد المكي على دفع الخطر والضرر بالاستعداد ربهم على دفع الخطر والضرر بالاستعداد وعلى تحصيل المصلحة والخير بالاعتماد أي الاعتماد على الله هذا كان في العهد المكي دفع الخطر والضرر بالاستعداد وعلى تحصيل المصلحة والخير بالاعتماد نعم الاعتماد على الله ودفع الضرر بالاستعداد والصبر وكان يبشرهم وهم مؤمنون بهذه البشريات سيهزم الجمع ويولون الدبر في مك لم يحدث إنما حدث في المدينة سيدنا خباب بن الأرد رضي الله عنه وأرضاه يأتي ويشكو للنبي صلى الله عليه وسلم تعذيب سيدته له ويطلب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر ألا تستنصر لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد هلك من كان قبلكم إلى آخر الحديث وفي ختامه يقول والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله وزاد الراوي والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون إذن كان هناك استعداد في المدينة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير لم يقل من قوة فقط وإنما عندما أتى التفصيل أو القيد بعد العام إذن هناك أنواع للقوة القوة العقدية القوة الاقتصادية القوة المعرفية والعلمية القوة البحثية والنظرية ومعرفة أحوال الأمم كذلك القوة في العتاد والعدة القوة العسكرية لذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم فجمع بين الاعتماد الاستعداد المادي والاستعداد العقدي ترهبون به عدو الله وعدوكم كذلك كانت هناك استعدادات حسية ومعنمية معهم خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون وكان في هدي القرآن وهو يتحدث عن سيدنا داود ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أو بما هو الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير الأمة أيها الكرام تحتاج إلى الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم عقديا ومعرفيا ومديا وكل رجائنا أن يرزقنا الله وجميع الصائمين والموحدين نعمة القبول اللهم يا حي يا قيوم لك نصلي ولك نصوم وبك نقعد وبك نقوم أحي اللهم بمعرفتك قلوبنا واغفر لنا بفضلك ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين آمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته